ومنها أيضاً ساعة الجمعة وكان من ديدن السلف الصالح عندما علموا أن الحبيب عليه الصلاة والسلام يذكر أن في الجمعة ساعة كما قال صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد يصلي إلا أجيب دعاؤه أو كما قال عليه الصلاة والسلام طبعاً ماذا معنى يصلي؟ اختلف العلماء في هذه الساعة منهم من قال أنها بعد الفجر ومنهم من قال أنها عند سلام الإمام ومنهم من قال بين الخطبتين لكن القول الصحيح أو الراجح في ذلك أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس من يوم الجمعة اللهم صلي على محمد هذه الساعة أعرف بعض مشائخنا هذه الأزمان الآن معنا يقول ابن من أبنائه أبي من أربعين عام ومن علمائنا من أربعين عام لم يترخ قيام الليل ولم يخرج من المسجد إلا وقد ارتفعت الشمس ولم يخرج من المسجد بعد صلاة الجمعة صلاة العصر إلا بعد أن يصل المغرب فيعود ما أجمل هذه الخلوات الثلاثة والله أحبابي ما يمنعنا عنها إلا العجز إلا الكسل إلا الشيطان إلا تثبيطه إلا الفانية إلا الغفلة إلا من الذي يمنعك من أن تقف بين يدي الله نصف ساعة قبل الفجر وساعة بعد الفجر وساعة ونصف أو ساعتين في الأسبوع تخلو فتدعو لماذا قال؟ قال كيف يكون الإنسان بعد العصر يدعو؟ قال يصلي هل المراد الصلاة؟ قال أنه يصلي نافلة أم المراد بالصلاة بعد صلاة العصر الدعاء؟ الدعاء ولذلك قال بعض أهل العلم لا ينال فضل هذه الساعة إلا من صلى العصر وانتظرها إلى المغرب لأن من انتظر الصلاة فهو في صلاة لاحظ؟ ولكن هل أحبابي كثير على نفسك؟ يا من خلقك الله لعبادته تستكثر على نفسك؟ ساعتين مع الله؟ والله لو اتصل عليك رجل من أهل الدنيا وقال تعال وابشرب عزك واللي تبيع بشربه لكن سولف معي ووسع صدري يومين تجلس يومين سولف معه الدول النكة اللي في الأرض كلها لعله يضحك ويرضى ولعله يسمع إليه ولا تتململ لأنك ترجو بعد جيل جلوسك معه أن يعطيك من الدنيا مع أن خزائنها بيد الله رب العالمين أليس عندك دعوات؟ أليس عندك حاجات؟ أليس في عينك دمعات؟ أليس في صدرك حشرجات؟ أليس هناك لك طلب لرب الأرض والسماوات؟ لماذا لا تخلو به فيعطيك ويفيض عليك جل وعلا من نعيم الدنيا والآخرة؟ لذا أحبابي دعوة إلى ساعة الجمعة هذه أن لا تحرم نفسك وأنت تلذذ بها وأنت انتظرها أغلق الجوال صليت العصر جميل أن تجلس ولذلك لا يشرع أن تكون صائما لك أن تأخذ طعاما أن تشرب شاي وقهوة واجلس في ركن قصي في المسجد واستغفر وأكثر من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام ذاك الذي لا يرفع دعاؤنا إلا إذا صلينا عليه صلى الله عليه وسلم وحث الحبيب في يوم الجمعة أن نصلي عليه وصلاتنا معروضة عليه ثم إذا أذن المغرب انظر ماذا كسبت وانظر ماذا كسب من خرج بعد صلاة العصر أيهما الكاسب الذي خلى بالله أو اللي خلى بالسيارات وبواري السيارات ومشاكل أهل الدنيا مسكير ذاك الذي استبدل الخلوة بالله بأن خلى بنفسه فأتى الشيطان معه ووسوسله أو خلى بمشاكل دنياه وحل جميع المشاكل بيد الله ألا تخلوا مع من بيده مفاتيح وخزائن كل شيء